السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم وحبابي معايا اليوم اليوم بما ان في موسم امتحانات ربي ينجحوا ليداتي وينجحوا ليداتكم كل تليوم ندير لهم غدا مميز صندويشات بالملاوي بكابد الدجاج كتشجيع لهم ونقلشوهم وان شاء الله يا ربي يسهل لهم كل ما هو ولا يسر لهم كل ما هو صعيب نروحوا مع بعضنا المطبخ نشوفوا كيفاش رح ندير هاد الصندويشات انا اليوم فضلت نديرهم بكابد الدجاج كان عندي من قبل في الكونجيلاتور غسلته نقيته بعد ما نقيته غسلته درت له غسلته مكعبات يعني نقصت فيها شوي درت بصلة كبيرة وقرن فلفل يعني ما هو شحار هذك الفلفل عادي وسينة تعثوم رحيتهم مع بعضهم هنه رح نزيد الزيت ودرت التوابل اللي هي فلفل لكحل رح نطيبوا هاد الكبدة تعجاج نطيبوها كشكشوكا باش نديروا هاد الصندويشات زدت الكوركم ورح ندير شوية فلفل عكري وندير الملح هاته هما التوابل اللي رح نديرهم في كابد الدجاج فهادي شكشوكا تعكابد الدجاج رح تشوفوا صندويشات سهلة ومتوفرة تقدروا ما عندوش كابد الدجاج تقدروا ديروا شوية صدر تعجاج ولا عندكم دجاج ماكلة واهش ديروه يعني كما نقولوا قعد من الماكلة أنا ساعد كي قعد لي دجاج من العصوص نحيلوا الجلدة ونعود نقصه ونديرو كما هاك صندويشات هنا يدرت الملح هذا ملح الهيمالايا رحو صحي ونقلت لكم من ديرو تقدروا ديروا اي حاجة تقدروا ديرو لابيونداشي أو بولياشي يعني هذي ترجع عليكم أنا برك اليوم كي قعدت لي الكبدة التعجاج اللي طيبت هذك النهار كبدة منشرملة زدت هنا يا سنينات تعتهم أنا قبل كنت رحيت زور سنينات تهم رح وهذو كرحيتهم وزدت هادم في الأخير باش يعطيني هذيك النكهة كما النكهة كما تعرفوا التوم كرابي وفوق الماكلة يعطي ضوق مميز اهنا يشعلت عليهم ورح نحطهم يتقلى ويتجمروا مليح لنزيدوا لا ما ولا شي كما نعرفوا الكبدة وهذو كل قلوبة تعتجاج رح يطيبوا بالخاف ما ياخدوش وقت غير نحركوا حتى يتطيب معنا الكبدة ورح ينتحصلوا الحاجة المليحة في هاتي السندويتش كابدة الدجاج هذية ولا البصلة هذي كل اللي درناها رح تخلينا لسوس لأنه السندويتش ما يجيناش نشف إن شاء الله يا ربي ينجح وليداتنا وينجح وليداتكم كامل ويفرح كل أم تعبت وكل أب تعب عليهم إن شاء الله يا ربي يجوهم تحانة سهلين ميجوهم مش تحانة صعب هنيا زلت مغرف صغيرة نتاع هريسة الهريسة كما نعرفو راه قليل وين قاو الهريسة راي مولتش حارة بر كما نعرفو الهريسة راي متبلة يعني فهد توابل اللي يعطونا دوق مميز دوق مليح كنا نضيفوها أنا درت بها صندويتش تاعي صراحة ما هي شحارة شوفوا هذي كلاسوس بعد ما تجمروا ههنا شوفوا هذي كلاسوس اللي وردتها لكم بالمغرف كيفش راهي هنا يقريت كمية من البطاطا قريت السوش شوفوا نحتويات كبار ك-, بطاطا أحبت نديرها اعا fui اقتصادية بدأت لها المعد نوس كان عندي فيالم جمد هكذا يجي سوندويتش يعني يجي مشبع وكتشوفوا كيفاش رح نديروه بالملاوي كانوا قعدوا لي كما قلت لكم مش خشوخة عفوا هنه يا خلاص نزيد هذيك البطاطة اللي كنت قريتها قبل نزيد نخليها تشرب عقد ما تحركوا رح تشرب هذو عفوا نتوي اللي دم هذك رح تشربوا البطاطة وتقعد قطرية نخليها خمس دقائق تتجمر حتين تتجمر هذيك تشرب للاسوس في الاخير حنزيد عصرة تقارس اختياري اللي مايحبهاش مايديرهاش انا يدرتها تنحيننا هذيك الزنخات تا الكابت الدجاج وكينوكرو هات السندويتش مايقهمناش شتوا هذيك للاسوس مايقهمناش ليفها شوية تعلية دم كما نعفوا بطاطة مقلية وكبدا طيبة في الزيت شوية ميدو وكيدخلطو شوية حيروح هذك القارس ما تحسوش يعني تجي حامضة ولا اختياري اللي مايحبوش مايديروش متفاهمين لبنات اللي مايحبوش مايديروش وتقدر تنوعوه في هذي السندويتش كي ما تحبوه انا المقتر اعطيتكم فكرة على هذك الاوراق الرقاق كي قاعدوا يجيوا حتى هما مرفن ديرهم الولاد يجيوا بيهم سندويتش ولا ارواح يعني كما نعرفوا بلا منشري والطاكوس والخبص على الطاكوس غالي لهذك حبيتهم اقتصاديا هذي هي الشخشوخة الملاوي احنا نقولوا في الشرق ولا اوراق الرقاق كي مايقولوا تاعلغرب تحية كبيرة لهم هنا اه اه قاعدتلي من نسبقه ودرتهم شوفوش حالراه مرهاف انا كون ندير واحدة رايحت يتقطع معايا وش حندير اختاش هي ضرقاها هيش جديدة وعندهم واحد السمانة هوم خبي عندي هذا ضرقاك راح ندوب لي راح ندير زوج زوج ورقات فوق بعضها لي محبين الحار كي ما انا مارجري ملقيتش لهذه هذي كحارة انا ندير الحبه مع اللولا معاكم وللكعبة اللولا تاعي راح نديرها حارة للأسف ماهيش حارة هذيك الهريسة لي محبي الحار يدهنوها كي ما نديروا البورك هاد صندويشات تقدرو تديروهم حتى في رمضان حتى في رمضان تقدرو تديروهم بطن تقدرو ديرو شكشوكا وتفلقو فيها تحطو فيها بطا تحطا زيت ولا طماطم ودقصو حما يجوكم هايلين تصدقون يجوكم هايلين بش نخرجوا شوية من هاذاك البورك كل يوم قليان كل يوم بورك دهنت شوية تاع فرماج ودرت انا منحبش الفرماج بزاف ولادي اللي يحبوه بدرت شوية تاع هريسة ونبدأ نحط هاد الحشوة تاع الكابد الدجاج انا هاد الحشوة خرجت لي دوك اتشوفهم بعد في المقلة كمية لباس بيها واللي يرام عيلة يديرو ارطل تاع اه كما راكم تشوفوا كملت اللوي وهذيك الطريقة تاع صندويتش عادي اه يعني كل ست راهي تعرف كيفاش طريقة تاع صندويتشات هذي نعاود معاكم كما راكم تشوفوا نحط شوية تاع فرماج انا درت في كل واحدة هذك اللي عندي عندي اه نضم ثمانية ولاستة كعبات تاع فرماج اللي يحبي كتا الفرماج طلي هذكا تقدر وتشريوه وديروه تاع البيضون وانا بغيتو اقتصادي يعني ديريه بواش متوفر عندك اه في الدار يعني مشي حتى انك تحيزي تشريوه اللي عندو اي دير المايوناز ولا دير هذيكا اه سوس الساموراي ولا يدير اه اه السوس الجينيا مايوناز اي حاجة انا يا ما عنديش وصراحة بغيتو اقتصادي اهنا كما راكم تشوفوا نروح نحطو في هذي المقلة اللي عندي بش يعطينا هذيك الخطوط هذيكا كيما الصندويشات يعني نعاودو نقري ايهم هنايا بش يجي مقرمش من فوق ويجينا الطري من داخل هاذا لاصوس تاع الكابيد الدجاج كما نعرفو هي مفيدة وصحية صح شوية غالية هي غالية تجاج غلاء كل حاجة راهي غلات اه كيما ناشيت ربعين الف مقدش نشري بززاف وزيت لها بها تعطاها مقلية والحمد لله عن نعمة ورب يجعلها نعمة دايما يا رب نحطهم كامل هكذا كي يدقرية وكامل يعطونا هذيك الخطوط باش لولاد يفرحوا بيهم كيشوفوهم دي صندويش وهم في المظهر تاحهم صدقون نعمة دي صندويتش تاع الشاورمة اللي تقدر ديلها حشوة الشاورمة اللي عندها وعليش لالا تقدريها يلتكدليهم باي حاجة اه كل قدير وقدرو كيما نقولو احنا اللي موفر عندو دير واللي ما عندوش كي حالتي يدير بكمية اه بطريقة اقتصادية واللي متوفر عندو في البيت راهم يشبعوا يجيو هناك كيما نادرت هولهم غدا اه صراحة تنتفاجئوا كيجاو على اطناش خاصة تنول دي الكبيرتا المتوسطة راهو ليقرا في المتوسطة يحب لي صندويشات يموت على لي صندويشات انا نقصت منهم شوية ابو انا يا مر خليجهم شو حيكلوا برا نحاول ندير صندويشات اقتصادية في الدار كي راهو رياضي راهو يلعب في كورة القدم قلت له لازم تنقص شوية كان هو بصحته باش تحافظ علي يقل بدنية تاعك يعني اليوم قلت له تكون واحدة غدا وواحدة عشا يعني ما هو حبيه كلهم كامل قلت له لا لا تكون واحدة غدا وواحدة عشا بما انك رياضي لازم تنقص من العجينة انا يا كينين سبعة في النايجة وزوج قاعدة نختم فيهم الله يباركش ما دارت لي تسعة تسعة حبات هما وش عندك ورقة الرجاج وش عندك هكا راهو اخداو هاديك الخطوط شوفو كيفاش جربوهم لبنات راهو اقتصاديين ويفرحوا بيهم ولادكم هادو الصندويشات مكاش ما يحبهمش يفرح بيهم الكبير والصغير انا حتى الزوج انتاعي يحب هاد لساندويش كل يوم نديرو حاجة اقتصادية حاجة متوفرة حاجة تنقنعوا بها وعيلتنا ونفرحوهم هنا خليت الاخرين يزيدوا وكملوا دقات فوق المقرة تاني كي يخدوا الشكل هادا كالتاحهم حنقسم عاكم هنا يا واحدة تشوفوها كيفاش يشاهيوا الشكل تاحهم نودكم ولا نشاهيكم شاهدكم في الجنة انشاء الله شوفو كيفاش اللي حبي يدير انا ما حبيتها شو بطماطم اللي حبي لاصوس حمراء يدير لها شوية تاع طماطم طالب وايد شوفو كيفاش هذا الشكل تاحهم النهائي انشاء الله يكونوا نالوا اعجابين تاعكم وتجربوهم وتفرحوا بيهم وهذا هو الشكل النهائي تاحهم هادي الصور الاخرى اللي صورت كي صورتهم بش تشوفوا الشكل